موسيقى النشرة المغاربية من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم قال رئيس برلمان جمهورية زمبابو جاكوب ميديندا إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد دعمه لشعب زمبابوي مشددا على ضرورة الرفع من العلاقات السياسية وشراكة الاقتصادية بين البلدين كما لفت إلى رسالة منه إلى نظيره الزمبابوي جاء ذلك عقب استقبال ميديندا من قبل الرئيس الجزائري اليوم بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي ومدير ديوان الرئاسة محمد النذير العرباوي خلال الزيارة التي يقوم بها ميديندا إلى الجزائر حسب بيان الرئاسة الجزائرية خلال لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية أكد لي السيد الرئيس دعمه المستمر للشعب الزمبابوي كما أكد على ضرورة الرفع من مستوى علاقاتنا السياسية الجيدة وكذا الشراكة الاقتصادية كما أكد لي السيد الرئيس أن الجزائر مستعدة للعمل مع جمهورية زمبابوي لا سيما على المستوى الثنائي مع رئيس جمهورية زمبابوي خاصة في قطاعات التربية والاقتصاد لقد حملني رسالة إلى الرئيس الزمبابوي مفادها أن السيد الرئيس قد كلف وزير الطاقة والمناجم بالقيام بزيارة عمل إلى زمبابوي من أجل تطوير قطاع الطاقة والتعاون في هذا المجهد أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لدى استقباله نظيرته الليبية نجلاء المنغوش اليوم عن حرس الجزائر على دعم استقرار ووحدة ليبيا وتأييد كل ما من شأنه تحقيق التوافق للمضي نحو الانتخابات وناقش الوزيران خلال جلسة عمل أفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وفتح المعبرين الحدوديين والنقل البري والبحري والجوية والاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية مزيد من التشاور والتنسيق بين الجزائر وليبيا وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات محور لقاء متجدد في الجزائر جمع وزيري خارجية البلدين وفي الأجندة بحث عدد من الملفات ذات البعد الاقتصادية ترأس الوزيران جلسة عمل تمحورت حول أفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين حيث تم تطرق إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين النقل البري والبحري والجوي الاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية في الشأن السياسي جددت الجزائر حرصها على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا داخليا ودعمها مساعي تحقيق التوافق بين الليبيين مع وجوب احتكامهم إلى صناديق الاقتراع تلقى الوزير أحمد عطاف من نظيرته الليبي عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في دولة ليبيا وجدد لها حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على طاولة رئيسي دبلوماسيتي البلدين استعرضت طرفان أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك مغاربيا وعربيا لا سيما التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية وكذل التحركات العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن دماء الأشقاء في السودان أعلن صندوق النقد الدولي عن قرب إبرام اتفاق مع تونس مشيرا إلى أنه بصدد حشد تمويلات كافية أخرى لتمويل برنامج الإصلاحات أمر أعاد آمال إمكانية التوقيع على اتفاق بين تونس والبنك العالمية بعد تعليق المفاوضات بين الجانبين قبل شهرين عادت الآمال بإمكانية التوقيع على اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي مؤخرا بعد كشف الهيئة المالية الدولية الشروع في حشد تمويلات كافية أخرى لتمويل برنامج الإصلاحات في تونس تتوج مصار 18 شهرا للحصول على تمويل بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية صندوق النقد قريب جدا من إبرام الاتفاق مع تونس ويوجد في الخطوات الأخيرة لذلك الصندوق بصدد حشد تمويلات كافية أخرى لتمويل برنامج الإصلاحات الاتفاق بات قريبا حيث تحتاج تونس إلى تمويلات مستعجلة لتغطية موازنتها لكنها في المقابل تتحفظ على إملاءات الصندوق وترفض الخوض في جملة إصلاحات تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وإصلاح المؤسسات الحكومية بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي الإملاءات التي تأتي من الخارج ولا تؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة وتسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز دعم الدور الاجتماعي للدولة في معالجة عديد القضايا التي تقتضي صياغة تصورات جديدة لمنع تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الشح الموارد المالية وارتفاع معدلات التضخم في العديد من اقتصاديات العالم أطلقت الجزائر الأربعاء البث الرسمي لإذاعة إفريقيا أفأم بهدف دعم المقاربات القرية في حل مشاكل وانشغالات الأفارقة في جميع الميادين وتشمل الشبكة برامج متنوعة بخمس لغات مع طاقم صحفي شاب مكون من جنسيات إفريقية مختلفة وشبكة من المراسلين عبر عديد الدول الإفريقية بشعار صوت إفريقيا أطلقت الإذاعة الجزائرية قناة إذاعية جديدة تعنى بالشأن الإفريقي إذاعة إفريقيا أفأم ستقدم خدماتها من خلال طاقم صحفي شاب من مختلف الجنسيات الإفريقية مع شبكة من المراسلين عبر عديد دول القارة إفريقيا أفأم هي إذاعة إفريقية مئة بالمئة أطلقها أفارقة وهي موجهة إليهم وهي فضاء للنقاش وتبادل الآراء الأفارقة سيتمكنون من التحدث والاستماع إلى بعضهم من خلال هذا الفضاء وستكون منصة لنشر التنوع الكبير في قارتنا الثرية تتكون إفريقيا أفأم من فريق من جنسيات مختلفة هناك صحفيون من بورندي والتشاد والنيجر ومالي إضافة إلى السينيغال وبوركينافاسو وبلدان أخرى مولود إعلامي جديد تأمل السلطات الجزائرية في أن يكون دعامة قوية تسهم في تقوية الروابط والاهتمامات المشتركة بين الشعوب الإفريقية والدفاع عن المقاربات الإفريقية لحل مشاكل القارة المتذر من صحفيين تجاه الجزائر هو دائما ننكره لأن الصحفي قبل أن يكون صحفي هو موقع جزائري يدعم بلاده ويرافق مجهودات دولته ويبرز الإنجازات على الدولة الجزائرية بلاده ويكون هو اليوم مع الهجومات السيبرانية اللي رأيكم تشوفوا فيها ضد الجزائر ويكون صحفي اليوم يكون في الصف الأول ويقول بيش يدفع على بلاده ومكتسبات على بلاده قناة إفريقيا أف أم ستكون مدعمة بشبكة برامجية تضم حصصا سياسية وجيوسياسية وتعالج أيضا القضايا الاقتصادية والثقافية الفنية إضافة إلى حصص الترفيه والتسلية والأخبار وتبث الإذاعة بخمس لغات هي العربية والفرنسية إضافة إلى الترقية الهاوسا والبامبرا انتهت النشرة المغاربية لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة